اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تقريبا مش موجودين ممكن يكونوا مرهقين ممكن يكون المباراة صعبة عليهم ممكن تكون اسباب كتير جدا بس اللي صعب علينا احنا واحنا بنتابع انه الجهاز الفني ما يبقاش شايف ده على كل احوال زي ما تعودنا في البطولة كلها يمكن المنتخب ما بيبدأش يلعب الا في الشوت التاني ونتمنى ان مقولة شوت الاول شوت اللاعبين والشوت التاني شوت المدربين تتحققوا مستر كيروس شئرة ويعالج المشاكل الموجودة عند منتخبنا هنتابع مع حضراتكم على مدار الحلقة الشوت التاني واللي نتمنى ان شاء الله انه المنتخب يكون قادر فيه على حسم الموجهة والتأهل للمباراة النهائية بس خليني كمان في البداية اطمن حضراتكم النهاردة كان فيه مرحلة اخيرة من السعادات النادي الاهلي لبطولة سوبر افريقيا ان شاء الله زي النهاردة بس الاسبوع اللي جاي هنقابل الرجاء البيضاوي رجاء كازاملانكا في قطر في سوبر افريقي ويمكن من الحاجات اللي قلنا وحسينا انها تكون يعني مفيدة جدا للاهلي الموسم ده نتفادى بيها كل المطباط والمشكلات الصعبة اللي مرينا بيها هي انه انت عندك فرقة كاملة بتلعب فيه تلات منتخبات مصر وتونس والمغرب في بطولة كاسة العرب عندك فرقة كاملة هنا قادرة تخوض كل التحديات وكل المنافسات على نفس المستوى بشكل كبير النهاردة الاهلي لعب سموحة في مرحلة التحضير الاخيرة لمواجهة الرجاء ومباراة الحقيقة تقلق فيها نجوم النادي الاهلي مباراة انتهت بسكور كبير بس مش لسكور الوحد والحقيقة اللي كان المكسب الوحيد لكن كان فيه مكاسب كتير جدا منها مشاركة عدد كبير جدا من نجوم تقلقهم احرازهم اهداف اهداف الاهلي في المباراة النتيجة انتهت طبعا خمسة واحد اهداف الاهلي احرازها على التوالي كده ميكي سون هو اللي بدأ احراز الاهداف بعد كده بيرسي تاو بعد كده عمار حمدي حسام حسن وليد سليمان وبالمناسبة علي لطفي يمكن كمان تقلق في المباراة بشكل كبير وتمكن من انقاذ كمان ضربة جزاء تم احتسابها لسموح هنتكلم طبعا على مباراة مصر وتونس بكل تفاصيل بس خلينا نبدأ حلقتنا مع حضراتكم نروح لأهم اخبار وعنوين حلقة النهاردة موسي ماني بيدرس ضم كل لعابي الاهلي لقائمة مباراة السوبر الافريقي كاف يصدر بيانا رسميا حول مصير بطولة كأس الامم الافريقية صحيفة اكسبرس ميسي ورونالدو قد يلهمان ليفر بول في حسب مستقبل محمد صلاح وأجويرو يعلن اعتزاله النهائي لكرة القدم ريال مادريد يعلن رسميا اصابة مارسيلو ومودريتش بفيروس كورونا طبعا يعني هو في اعتبارات كتيرة جدا والكلام ده أنا بقوله والشوت التاني لسه مخلص يعني الكلام ده ملوش علاقة بحسم نتيجة المباراة من عدم ولكن رأيتي الحقيقة انه هي ايه مواصفات اللعب الدولي يعني هل كل لعب جيد هل كل لعب امكانياته كويسة يصلح انه يكون لعب دولي وخصوصا في بطولة مجمعة فيها ضغط مباريات وفيها يعني فيها احتياج لخبرات يعني ما واضح طبعا الشوت الاول ماروان طبعا ماروان من بداية البطولة الحقيقة وده الحقيقة مش ضغط على ماروان انا مقدر تماما ان الراجل مش صاحب قرار ماروان الراجل بيختاره فبينزل يلعب لكن ماروان حتى وان كان ممكن يكون مع منتخب مصر مش ممكن ابدا يكون اساسي ومش ممكن ابدا يبقى في توالي المباريات ده وهو مش موفق في اسرار من ميستر كيلوش عليه القصة مش قصة عناد يعني الحقيقة احنا بنتكلم في مصلحة منتخب مصر ومش بالضرورة شريف يعني اذا كنت انت مقتنع قوي بماروان من الورد انك تدي فرصة لأسامة فيصل يا سيدي بلاش شريف انت يعني حاطت شريف في دماغك او مش شايف انه شريف مش نمرة واحد بس على اقل المستوى اللي احنا شايفينه من ماروان الشهوط الاول وعلى مدار البطولة ما ياخدش ماتش زي ماتش تونس اساسي حسين فصل مش موجود تقريبا في الشهوط الاول يعني الحقيقة فتوح بيعاني كأن حسين فصل رما في التهلكة حسين مش قادر يجري يعني لا دفاعا ولا هجوما واضح انه بدنيا مش جاهز مباراة تونسية جدا عليه 45 دقيقة كانت في منطقة الوضوح الحقيقة مش عايزين في وقت يتقال علينا ان احنا قصين على المنتخب ومش عايزين في وقت يتقال ان احنا يعني بنيجي على لعيبة وهي في بداية مشوارها لكن في النهاية احنا ده منتخب مصر يا جماعة يعني منتخب مصر قبل اي شيء قبل الاندية وقبل اللعيبة وقبل الجهاز الفني مع كامل الاحترام والتقدير على كل احوال هنتبع مع حضراتكم ويمكن 45 دقيقة منتظرين نهايتها عشان نشوف نتيجة اللقاء هتروح فين هنخلص بدري بدري ولا هنروح لوقت اضافي ايه التغييرات اللي ممكن تكون موجودة في لعبة تانية كان مورد جدا تاخد فرصة يعني انا بعيد الاف الكيلومترات عن مقر اقامة البعثة وعن مباراة المنتخب وانا مليش علاقة بتقييم اللعبين ومستواتهم وماذا جاهزيتهم كل الكلام ده انا عارفه لكن لو رفعت جاهز ليه رفعت ما ابتداش المباراة يعني ولو مش رفعت ليه مش مصطفى فاتحي يعني فيه حاجات كتير وطبعا ليه مش ريف مطش زي مطش تونس يعني علامات استفهم الناس كلها بتسألها مش انا ما طلعتش حاجة معجزة وما طلعتش حاجة من بره السندوق الناس كلها بتتكلم في الكلام ده وشكل المنتخب الحقيقة شط الأول كأنه بيلعب نقص يعني تونس حطاك تحت ضغط جديد جدا فتوح زي ما قلت لكم جابها الشمال بتاعتنا اللي هي اليمين بتاعت تونس صالت وجالت تمن كرانر بس من الناحية دي على كل الأحوال نتمنى ان شاء الله وطبعا الزملاء بيبلغوني خروج محمد مجدي قفشة ونزول محمد شريف حد فاهم حاجة يعني 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 حسين فيصل ومروان لسه موجودين في الملعب وقفشة بيخرج وبينزل محمد شريف على كل الأحوال خليني أطمنكم مرة تانية على الأهلي الأهلي واستعادته طبعا لبطولة سوبر إفريقيا مع الرجاء بدأت بمباراتين وديتين نهاردة كانت المبارات تانية أمام سموحة تجربة قوية جدا أحرزنا فيها خمس أهداف الفريق أدى مباراة على مستوى الأداء جيدة جدا تقلق كبير الحقيقة لميكي سوني وحسين الشحات وعمار وبرسيتاو يطمنك على جهازات النادي الأهلي خليني أقولكم كمان أنه مطش النهاردة كريم فؤاد رغم تقلقه ومشاركته في الشوت الأول لكن هو أصيب بكادمة في رجبته وفضل الجهاز الفني والجهاز الطبي أن هم يخرجوا عشان يرائحوا الدكتور أحمد أبو عبلا بيقول مبدأين هي كدمة خفيفة في الرجبة وإن شاء الله مش هتكون مؤسرة وكريم نفسه هيعمل فحص النهاردة عشان تبين يعني مستوى الإصابة قد إيه وتأثر عليه إزاي بشكل كبير بس إن شاء الله بإذن الله مش هتمنعه من هو يكون مع البعثة لأنه حتى مستر بيتسو مسلماني يمكن من أخبارنا النهاردة أنه مستر بيتسو مسلماني بيفكر أنه ياخد معاه كل اللعيبة المسجلة في قائمة الفريق للموسم الحالي في رحلة السفر لقطر بصرف النظر عن مشاركتهم من عدمه مفترض إن شاء الله الفرقة بأسة النادي الأهلي تطلع يوم الجمعة تسافر لقطر عشان تستعد اللقاء اللي هتلاعب يوم 22 ديسمبر على الساد أحمد بن علي وزي ما قلت لحضراتكم المشاورات دلوقتي بين مستر بيتسو وبين الجهاز على اللعيبة اللي هيتم قدهم في قائمة الفريق عشان يشاركوا في مباراة السوبر ضد الرجاء لكن القرار غالبا هيكون أنه كل الفرقة وكل عضاء الفريق اللي هيتسجلوا في القائمة أو مش هيتسجلوا يكونوا موجودين مع فرقة النادي الأهلي أو بس النادي الأهلي في قطر تعب آخر التطورات عشان إحنا روحنا يمين وروحنا شمال والغاية اللحظة دي مفيش حاجة واضحة ماشيين بطريقة الغاز إحنا اللي يطمننا واللي يهمنا تصريحات طبعا السيد أحمد مجاهد رئيس الاتحاد الكرة ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد الكرة أنه مش هيكون فيه تعارض وأنه الأهلي هيشارك بكل نجومه ومنتخب مصر هيشاركه هيشارك بكل نجومه دي إلى حد كبير جدا طمنتنا لكن إيه ما صير كاس أمم أفريقية ده الحقيقة في علم الغيب عندنا يمكن رصدنا بعد التقارير يكلمنا حضراتكم عنها في بداية الأسبوع بتقول أنه فيه اتجاه كبير لتأجيل بطولة كاس أمم أفريقيا وانبارح شفنا إزاعة مونت كارلو بتقول أنه الاتجاه الأغلب هيكون برضو إلغاء مش تأجيل إلغاء كاس الأمم الأفريقية وفيه ضغوط كبيرة جدا بتمارسها الأندية الأوروبية اتحاد الأندية الأوروبية على وجه التحديد على الاتحاد الأفريقي مش بس متعلقة بتوقيت ومشاركة المحترفين لكن متعلقة كمان ببعض الضوابط يعني بيكالناس بتكلم تقولك لا ده حتى الضوابط المرتبطة بالحماية أو الوقاية من فيلس كورونا احنا متخوفين منها جدا أنه طبعا مع زيادة أعداد الإصابات أنتم عارفين مثلا في إنجلترا ماتش منشستر يونايتد وبرينفورد تم تأجيله بسبب إصابات كورونا منشستر يونايتد تحديدا قفل ملعبه عشان إجراءات الوقاية والحماية من فيلس كورونا قبلها ماتش توتنام اتأجل برضو بسبب إصابة تمانية تقريبا من فرق توتنام من اللاعبين ومن الجهاز الفني والإداري بفيروس كورونا فمعدلات الإصابات دي ألمانيا السندي بتلعب ماتشطها خالية مدرجات مقفولة ممنوع دخول جماهير خوفا من انتشار كورونا ده ملعب منشستر يونايتد زي ما حالكم شايفينه بعد ما تم إغلاقه عشان مشكلة الكورونا فمع تزايد معدلات الإصابة الناس متخوفة بشكل كبير جدا وخصوصا أنه هم عارفين أو شايفين أنه موضوع الإجراءات الوقائية والاحترازية في بعض الدول الأفريقية مش على المستوى يعني لا يرقى لمستويات الدول الأوروبية وبالتالي الناس بتقولك لا احنا مش هنبعت لعباتنا كل ده وفي نفس الناحية ده كلام ده كله بيصبه في مصلحة أنه البطولة يامة بصرف النظر يعني تتأجل أو تتلغي معناها أنها مش هتتلغع في هناك ده السيناريو السيناريو الثاني كل التأكدات اللي جاية من الكاف ومن المسؤولين في الكاميرون بتقول لا احنا جاهزين وفيرون موسانجو أمين عام اتحاد الأفريقي الكرة القادم أكد النهاردة أنه الجميع هيشتغل على مدار الساعة عشان يضمن أنه يكون جاهز للمباراة افتتحية الكاس الأمم الأفريقية فيما عدها 9 يناير موقع الكاف الرسمي قال أنه الأمين العام عقد عدة اجتماعات مع كل من وزير الرياضة نارسي سمويل كومبي وزير الصحة العامة مانواندا ملاخي وده بتوجيهات من باتريس موتسيبي الاجتماعات دي كلمت بشكل أساسي على مناقشات مع حكومة الكاميرون البروتوكول الصحي أو الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا اللي هيتم تطبيقها خلال البطولة موسين جوامبا قال في تصريحات لموقع الكاف الاجتماعات دي مهمة في الحصول على مستوى من التفاهم فيما يتعلق بحالة الاستعداد في الكاميرون للتحضير للبطولة واستقبال المنتخبات الأفريقية وفيه كتير من العمل اللي تم إنجازه في الفترة الأخيرة وقال علينا إحنا شغالين بنفس الطريقة وبنفس المستوى من الاهتمام عشان نتأكد أنه هنكون جاهزين في الوقت المناسب لاستضافة بطولة أمم أفريقيا خبر غير صار لعشاء كون أجوار وطبعا نجم الأرجنتين والسيتي السابق ونجم البرسا الحالي اللي أعلن بالفعل عن اعتزاله بشكل نهائي وده الخبر اللي احنا قلنا لحضراتكم عليه من فترة طويلة جدا أجواره طبعا أصيب يمكن في مشاركته الأولى قدام الفئماء البارسا هو بشاركش الحقيقة غير يمكن مباراة واحدة ومأحرص صغر هدف واحد بتيشرت البلاو جرانا وأصيب في واحدة من المباريات وكانت مشكلة عدم قدرته على التنفس وتم خروجه من الملعب ولحضراتكم شافينه طبعا على الشاشة ده المؤتمر اللي أعلن فيه النجم الأرجنتيني يكون أجواره اعتزاله لكرة القدم بشكل نهائي طبعا كان واحد من الإضافات اللي توقع كتير من عشاء البارسا أنه مع وجود ميسي يقدروا يستعيدوا توازن بارسونة مرة تانية رحل ميسي ورحل أو اعتزل أجواره ثنائي الأرجنتيني اللي كان بيراهن عليه بشكل كبير جدا صحيفة عشاء البارسا عشان يعني ينتشلوا البارسا من حالة العدم الاتزال خلينا نروح لدالي أكسبريس بيطانية اللي بتكلم على أنه تجربة ميسي وتجربة كريسيان ورونالدو مع إدارتهم أو إدارتهم المختلفة ممكن تكون ملهمة ليفر بول في التعاقد مع محمد صلاح الكلام كله رايح على أنه صلاح عنده رغبة في التجديد ليفر بول ليفر بول متمسك بمحمد صلاح حتى اللحظة الأزمة في المقابل المالي اللي مش قادرين يوصلوا فيه لحل وسط لكن كتير من التقارير بترصد أنه في النهاية هيتم الردوخ لطلبات محمد صلاح يمكن مش بنفس المقابل المادي اللي هو طالبه لكن بالمقابل المادي اللي يسمح له أنه يكون من أعلى اللاعبين أجرا على أقل في الدوري الإنجليزي متابع للدوري الألماني كلامنا عن أسبوع مهم جدا وحاسم قبل مواجهة الرجاء في السوبر الإفريقي وكلامنا كمان على مباراة مصر بس بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر طيب أنا دايماً بتعجبني وبحب أتكلم عليهم دايماً بصراحة كلنا بتيجي فرصة ويبقى معنا تغتيل واحدة من مطشطهم بحب أشيد جداً جداً بفلسفة باير مينيخ ليه باير مينيخ؟ لأن الحقيقة على مدار سنين طويلة جداً عمري ما شفت صفقة خيالية يعني لما تتكلم مثلاً على صفقة زي صفقة انتقال نيمار من برشلونا لبي اجي أو حتى ميسي من برشلونا لبي اجي أو كريسيانو رونالدو من منشستر يونايتد لريال مدريد ومن ريال مدريد لليوفي أنت بتتكلم على انتدابات بفلوس كتير جداً يعني بتتكلم على صفقات خيالية حتى لما بتتكلم على صفقة مثلاً زي صفقة صفقات متوقعة النهاردة مثلاً عم نيجي نقول مثلاً كيريا مبابي رايح من بي اجي لريال مدريد تتعقع حجم الصفقة ممكن يكون ايه؟ بتتكلم على انتقال هالند والأرقام الخيالية الفلكية اللي بيطلبها فريق زي بروسيا دورتموند في انتقال إيرلينج هالند لأي نادي عايز ينتدب النرويجي الدولي وغيرها مستفقات على مدارة السنين طويلة جدا البيرنم اللي هي مدرسة تانية خالص بيرنم يونيخ مالوش في الكلام ده بيرنم يونيخ هو صانع النجوم ومكتشف الجواهر يعني تعال نشوف مثلاً لعيب زي جنابري او كينجلس لي كومن بالمناسبة كينجلس لي كومن كان في بي اجي وسبوه يمشي ببلاش تقريباً يعني هو اساساً الولد ده خريج أكدامية البي اجي تعال نشوف كينجلس لي كومن مع البيرنباقي ده هدف أول طبعاً في لقاء شتوتجرت وبيرنم يونيخ كرة سهلة او اتفرجوا على الخمس أهداف واستمتعوا بيها تحسوا انه انه احنا ممكن لو نزلنا الملعب نعمل الشغل ده على فكرة يعني الموضوع مش محتاج لكن الناس دي الحقيقة بتلعب كرة عشان تمتع نفسها وتمتع جماعيرها امكانياتها طبعاً مساعدها طبعاً بص الاستلام ليباندوفسكي مين يعرف يستقبل الاستلام في المكان ده على صدره هو نص الجون والجاريا والسبرينت والتشيب اللي خطوا ليباندوفسكي في الجون يعني طبعاً افضل مهاجم العالم بدون منازع يعني ليروي ساني الفونسو ديفيز يعني لعيبها الحقيقة كلها كلها يعني الفونسو ديفيز ده من سنة او من سنتين كانش حد يسمع عنه كانش حد يتوقع انه يظهر بالمستوى ده كيمتش سولي جوراتكا نوير يعني اسماء الحقيقة نجوم من العيار التقيل وكلهم لما تيجي تبص عليهم ققيمة طبعاً كبيرة جداً لكن كلفوا البيرن قد ايه البيرن دفع كام عشان يعمل فرقة بالملايار دي من العيار التقيل ده بشوفها يمكن ممكن انت تروح لموضوع النجوم وتقول نشوف فريق ازاي باريس باريس تانجرما او بي اش جي فريق اقوى في العالم لك انا بشوف الحقيقة لا كورة البيرن كورة الستي في حتة تانية خالص قصة مش قصة نجوم واسماء وخلاص نروح للمباراة التانية ماينز وهرتا برلين وماينز الحقيقة في سادس مباراة ليه على التوالي بينجح في التحقيق طبعاً نتيجة كبيرة جايسون الكوري الجنوبي بدأ التسجيل ماينز هدف اول في شباك هرتا برلين تصويبة الحقيقة عدت من الجميع وراحت في الزاوية البعيدة لحرس المرمى يمكن حصل فيها دفلكشن او يعني خبطت فغارات اتجاهها لكن في النهاية كان هدف تاني لماينز نجح في تسجيله الهدف الثالث جاي في شط المباراة التاني الحقيقة بكرة رأسية رائعة الحقيقة دخلت في مقص الشمال لحرس المرمى حرس مرمى هرتا برلين طبعاً دي العرضية وهدف اكتر من رائع يسكن شباك هرتا برلين ماينز الحقيقة ورغم انه هو متقدم بنتيجة تلت اهداف ماكتفاش واستمر الحقيقة على هجومه عشان يحرز الهدف الرابع في المباراة عشان تنتهي المباراة باربع اهداف مقابل لشيء لمينز على حساب هرتا برلين كلام كتير نفسي اقوله على منتخب مصر نفسي المباراة يمكن احنا الحلقة اتمنى المباراة ما تروحش للوقت اضافي ويكون عندنا قدرة ان احنا هنخطف هدف يعني مش باين كده ان احنا لا هنسيطر ولا هنفرط استحواز ولا هنلعب كرة هجومية لا يعني مباراة دي هتتخطف او هتخلص بهدف مخطوف نتمنى ان شاء الله يكون صالح منتخب مصر هنتابع مع حضراتكم على مدار الحلقة والدقائل اللي فضل في عمر المباراة وهيكون لنا كلام كتير جدا على مواجهة المصرية التونسية في السادسة بس بعد الفصل الكلام اللي احنا هنقوله دلوقتي قلناه قبل ما المباراة تخلص يعني مالهاش علاقة بنتيجة المباراة سواء لقدر الله بعد الف شر المنتخب خرج او ما تأهلش يعني احنا كده هنلعب مطش تاني لسه مش عارفين مع مين سواء نلعب ثلاث ورابع او نتمنىها ان شاء الله تكون مباراة مباراة نهاية كسبنا او خسرنا الكلام واحد لانه مرتبط بتحليل اداء وتحليل اداء ارقام وده طبعا بيتميز فيه ضفنا النهاردة اللي مش عارفنا في سادسة شريف سالم محل الاداء بساخر يا شريف تابعة الشوت الاول وشوية من الشوت التاني صح طيب خليني قبل ما ادخل في تونس ويمكن هنستنى نتيجة المباراة ونشوف بقية الشوت التاني هيمشي ازاي عشان يعني نتكلم بأريحية اكتر خليني اخد منك تقيم عام لمشوار المنتخب في بطولة كاس العرب ازاي شفته اهم الايجابيات وابرز السلبيات اعتقد احنا يعني من بداية البطولة احنا مستوى بتاعنا فيه تدرج تصاعدي كان عندنا مشاكل كبيرة جدا ويمكن كان عندنا مشاكل اكبر في الفترة بتاعت افريقيا رجعنا منها كان المشاكل بدأت تقل شوية الاختيارات عندنا كمان يمكن فيها مشاكل شوية يمكن حتى الحقيقة انا يعني اساسا اساس كلامي معاك النهاردة هيكون في الاختيارات لانه يبدو ان الرجل بيشوف حاجات تقريبا محدش شايفة يعني يعني انا قابلت كتير من الخبراء والمحللين ونجوم الكورة اللي اشتغل لعبه كورة كتير وشاركه مع منتخب مصر ولعبه مع عندية وحققه بطولات على المستويات مختلفة ودربه في نفس الوقت محدش فاهم على اي اساس الرجل بيحدد اختياراته سواء الاسماء لتنضم للمنتخب او سواء الاسماء اللي بتشارك بشكل اساسي فانا دفع انت عايز اتكلم معاك على اختيارات الرجل انت طبعا بما انك انت محل اداء ممكن تقولنا وارد يبقى في منطق او راجل عنده اسباب مقنعة جدا للاختيارات اللي معي لا في امور مش مكنعة طبعا في امور مكنعة 100% لكن في امور تانية لا مش مكنعة على الاطلاق منها مشاركات بعض اللعيبة في بعض المراكز المختلفة ومنها مشاركات بعض اللعيبة حتى في مراكزهم ومش بيقدوا احسن حاجة والاسرار عليهم يعني هي الفكرة في الاسرار يعني مثلا انا بالنسبالي لو انت في حاجتين بيحصلوا في المنتخب عكس بوعد احنا بنقول احنا بنجرب وفي نفس الوقت يبينون لا مش بنجرب احنا بنجرب اربعة ثلاثة ثلاثة بس خلاص واضح ان الرجل المستقر على اربعة ثلاثة ثلاثة وهيشارك بيها خلاص اوكي جواهد لا انت شايف ان دي طريقة اللي انت شاطر فيها واللي انت قدر تطلع بيها بقى احسن نتائج هو مش الطريقة اللي شاطر فيها الطريقة اللي تسمح له امكانات لعبة المنتخب ان يوصل لأهدافه ولا ايه هو هو ممكن يبقى شاطر في الطريقة دي لكن اللعيبة ما تسمح لهش امكانات اللعيبة مستويات اللعيبة ما تسمح لهش باللعب بالطريقة دي هو ده اللي احنا قلناه من دي وان انت اصلا انت في بلد عندها مشاكل في حتة اللعيب التمانية اصلا عندك مشاكل في المكان ده فانت مصر من الاول تلعب باثنين يعني انت لو احنا بصنا على الثلاث فرق المهمين في الدوري المصري هنلاقي اهلي زمالك اسمع اهلي زمالك بيراميدس الاهلي عنده عمر السلية وتقريبا البديل بتاع عمار حمدي لسه يعني بيبدأ ياخد دائل لعب عشان يدخل في المباراة او يدخل في المبارايات يعني ضيف على كده مثلا الجزء التاني فرقة الزمالك هي اصلا بتلعب بالعيب ما بلعبش مركز ثمانية اللي هو امام عشور ويمكن كان هو اكبر ومشكلة في مباراة الكمة اللي انتهت خمسة ثلاثة برقية نروح لفرقة بيراميدس هنلاقي اصلا ان اللي بلعب مركز ثمانية هو لعيب محترف الكارتي فانت اصلا انت جاي في مكان او اهم ثلاث فرق في اختياراتك اهم ثلاث فرق دول عندك اصلا فيهم مشكلة كبيرة في مركز ثمانية فانت قررت ان تلعب باثنين مركز ثمانية الاثنين اللي انت بتلعب بيهم مركز ثمانية انت دائما بتختار لاعب ما بيلعبش اصلا مركز ثمانية زي مثلا اختيارك لمصطفى فتحي اللي اخرك في مبارات الجزائر لمدة تقريبا 12-15 دي مختفي تماما تشبح في الملعب من دور على مصطفى فتحي مش موجود مصطفى فتحي لمدة 12 دي لحد ما تعد الطريقة ويرجعنا لعبنا به حسين فيصل مكان مصطفى فتحي كانت مشكلة كبيرة جدا برضو نفس الكلام بالنسبة لزيزو في مبارات الأردن تلت تصويبات على المرمى تلت تصويبات خطيرة جدا فرقة الأردن عاملة خمس تصويبات في أول نصف ساعة الخمسة صحيحة ليه عشان اللاعب عنده المساحة والوقت علشان يقدر يصوب بشكل كويس لما اللاعب كان عنده مساحة ووقت وصوب بشكل كويس كانت كور خطيرة على المنتقب مصر فبردو نفس الكلام بالنسبة لنفس النقطة ليه خطرت زيزو لما خطرت زيزو في المكان ده احنا لما رحنا أصلا نبصينا على الخريطة الحرية بتاعت زيزو وعلى البول تاتش بتاعه وقدي ايه وفين لعيب لينير كأنه بيلعب جناح انت جايب لعيب وهنا احنا مش بنقطع في زيزو ولا بنقول انه مش كويس لكن بنقول ان اللاعب ده بقاله أكتر من سنة ونص بيلعب في مكان والمكان ده بيلعب على الخط فانت جبته قداش كويس جيت انت لعيب تبي بعد كده في مباراة الأردن طيب احنا لما رحنا لمباراة الأردن وتفرقنا على التصويبات بتاعة الأردن كلها من البوكت او من الزون بتاعت زيزو ليه لأن الرجل مش عارف يرجع يغطي فين لأن اللعيب اللي بيلعب على الخط لما بيرجع يغطي بيروح يجري على الكورة لكن اللعيب بتاع قلب الملعب او اللعيب الـ center midfielder او الـ defensive midfielder لما بيرجع بيرجع على الزون فانت جبت لعيب بيرجع على الكورة خليته يرجع على الزون فبقى طول الوقت بيرجع على الكورة فطول الوقت المساحات اللي في ظهره فاضية فالمتخب كأنه بقى بيلعب باتنين بس توظيف التوظيف فانت هنا بتتكلم مع التوظيف فانت هنا بتجيب زيزو اللي أنا بعتبره من اللعيب الأجناح الكويسين هو ليس الأهم في الدور المصري في أجناح أقوى من زيزو وهو الرجل سابها وراح يختار الرجل ده لكن ما بيلعبش جناح فانو ما باخدش منه يا في المية ضيف على كده حاجات تانية بقى زي مثلا محمد شريف هداف الدوري وهداف أفريقي الرجل بيلعب جناح طب هوا ما بيلعاش في الأهلي أصلا يعني هو في الأهلي ما بيلعبش جناح يعني في الأهلي مش الاختيار الأول في المكان ده ولعيب لو انت بتعتمد على ذاكرته في المكان ده فاللعب آخر مرة اللعب المكان ده كانت من سنتين ونص أو من يعني من موسمين تقريبا له هو السؤال انت علي أساس قررت توظفه هنا يعني شفتوا فين بيلعب دي فأقنعك أنه يلعب جناح فضميته لمنتخب مصر في دجلة قبل ما يجي الأهلي كان بيلعب جناح لا أنا بتكلم على كارلوس كيروش رجل جي من مصر من شهرين انت على أساس ايه شفت محمد شريف هو الجناح الشمال لمنتخب مصر معتمد بقى ممكن يكون اعتمد على التقارير بتاعة اللاعب أو اعتمد على فيديوز هاي لايت شافها للعب بس الفكرة انه اللاعب ده كان بيلعب هو في احتمال انه كارلوس كيروش يكون شفت قدير مثلا لمحمد شريف لما كان بيلعب في أمبي مثلا ولا كان بيلعب في دجلة ولما كان بيلعب في أمبي قبل نهاية الدور الأول كان بيلعب جناح أيوة مع نهاية الدور الأول والدور الثاني كله بيلعب في رود أيوة هل هو فيه احتمالية انه الرجل يكون شاف تقارير لما كان محمد شريف بيلعب في أمبي جناح ما اعتقدش احتمالية ضعيفة جدا هو بقى للأسف وحتى لو حصل ده يبقى كارسي يعني لو انت بتحكم على لاعب في مركز كان بيلعب من سنتين مش شايفه دلوقتي ومش شايف ماتشاته لايف مع الاهلي ومش شايف انه هدف الدولي المسلم اللي فات وهو رأس حربة برضو تبقى كارسي لا هو الأصعب بالنسبة لي انه في الماتش اللي شغال دلوقتي هو الرجل لما نزله بقى بيلعب جناح يمين يعني هو ده بالنسبة لي هو مبدايا المنتخب ما بيلعبش بجناحة لان المنتخب بيلعب اربعة تلات تلاتة فده بيبقى ويت فورورد او مهاجم مهاجم يعني مهاجم ناحية الشمال او مهاجم ناحية اليمين غير المهاجم بس هي المشكلة كلها ان انت بتحط اللاعب يعني محمد شريف هو من اكتر اللاعب اللي فقط تتكورة في مصر في الاربعة متشوات اللي فاته ليه لان انت حطه في مكان دايما بيتضغط عليه باتنين وثلاثة لعبة هو الراجل ده ليه عنده مميزات انت اخدته عشان المميزات دي لو انت اصلا مش مقتنع بمحمد شريف فانا بالنسبة لي محمد شريف كده المهاجم رقم ثلاثة في منتخب مصر بعد هذا بالنسبة لكارلوس كيروش بالنسبة لك انت لا لا مش بالنسبة لنا اكيد بالنسبة له هو الراجل شايف ان مروان هو رقم واحد وسمى فيصل رقم اثنين وهو رقم ثلاثة انا يعني دي بالنسبة لي برضو نقطة شوية غريبة انه انت ليا مش عايز تاخد من اللعيبة مية في المية في الاماكن بتاعتها هو احنا بنتكلم عليه فشي برضو عشان نبقى عن تراك يعني احنا بيقول احنا نتكلم على شكل المنتخب عشان بطولة كاس العرب ولما تخرص البطولة نقول صفحة وقفلناها ونرجع على نقطة من اول السطر ونشوف بقى ومشت المنتخب لما تبقى كاملة اختيارات الرجل لما يبقى فيها مختلفة نعم ما لنا وقفنا الدوري ده أنا بسأله لك يعني مهم جدا نبقى عارفين وراجل بيفكر هو راح يشوف لي عيبة بس يعني الهدف من البطولة دي انه يتفرج على عيبة ويجازف ويشارك ايمن اشرف فلوس الملعب تبخليني اسألك بقى سؤال من انت قلتك من فعش تسألني بس يعني اسأل يالله يعني هو الرجل لو راح يجرب فين وصامة فصل فين مروان داود فين لعيبة كتير قاعدة على الدكا وتلعبش ما تشاركش يعني انت النهاردة الناس كلها شايفة شكل مروان حمدي عامل ازاي يعني واضح الموضوع ليس محتاج حتى اننا نصلح نعلق عليه الميديا بتعلق والناس بتعلق والناس في الشارع بتتكلم والكرة بتاعت شهوة الاول بتتكلم يعني كرة الشهوة الاول بتتكلم طيب فين أسامة فصل ليه مش بيشارك وشنا راحين في بداية الحلقة بقول نجرب طيب فين داود لا وبعدين الطبيعي الطبيعي انه مروان مجاش أول مطش مروان مجاش تاني مطش مروان مجاش عبدأ داخل الناس عبدأ داخل الناس عبدأ ديني ناس تانية ما أنا عايزة أشوف برضو وحتى لو مروان هدف المنتخب ما هو أنا رايح أجرب يعني هي الفكرة ما هو هي دي بقى اللي أنا بدأت بها الكلام إنه في حاجات للأسف هي حاجات عكس بعض يعني انت النهاردة بتقول أنا رايح أجرب طيب فين أسامة طيب خليني خليني أسألك نقطة تانية مرتبطة أكتر باللي جاي لأنه اللي جاي بالنسبة لي أهم يعني بطولة كاس العرب بما أن إحنا قطعنا فيها شوط طويل فعندي طموح أن إحنا نوصل النهائي وناخد على الأقل معنويا ونفسيا للعيبة تفرق معهم كتير قوي لما يروحوا بطولة أمم أفريقيا أو يروح للمرحلة الأخيرة من تصفيات كاس العالم أنه أمم أفريقيا مش معروفها تتلعب ولا لأ لسه وهم حاسين أنه هم محاققين إنجاز مع كارلوس كيروش هتفرق معهم كتير جدا لكن السؤال الأهم يعني هل المستوى أو المردود أو قوة البطولة اللي إحنا لابنها في كاس العرب تطمنك بصرف النظر عن جبت اللقبة أو لا على مستوى منتخب مصر مع كيروش قبل ما تروح لأمم أفريقيا وكاس العالم أنا لأ أنت لأ أنا بالنسبة لي تحليل أداء لفرقة منتخب مصر مع كيروش براجل عامل أداء كويس دفاعية يعني إحنا كان بقالنا فترة بنعاني مع كل المداربين السابقين كان كابتن حسان بدري أو أجيري أو مستر كوبر أو كل الناس اللي كانت موجودة قبل كده إحنا كنا بندفع بزون ديفانس تقريبا من الثلاثين متر أو الثلاثين متر الأخيرة ما كناش بنعرف نطلع نضغط من فوق لا من على الميت بلوك ولا من على الميت بلوك غالبا سمعك مستر كيروش أنه طلع مروان ونزل أسامى فصل المفروض فأنت… ما كناش بنعرف نعمل دام الراجلAT لا… اللي لم يaze�cción فعلا لديه شغل يعني كيروش فعلا لديه شغل من أماكن لا كنع من قدام كن dieses مستدفع من mich cow وم jest بس احنا بنعملك نصشغل هنا بس إحنا بنعمل ده بس لما بنلجي لانثنا عطعلنا هنبدأ نهاجم لا في عشوى جاء وفي عشوائية وفي بطء وفي قلة عدد لعيبة وفي مراكز صناعة اللعبة مش موجودة وفي ان انت مش بتستخدم اهم لعيبة عندك في ان انت كمان مش بتدي اللعيبة في اماكنها فبتاخد منها مية في المية في انه واضح انه ما فيش شغل على الخطط الهجمية في التمرين والشغل فقط على الخطط الدفاعية بالمناسبة مستر كارلوس كرويش الناس اللي ما تعرفش يعني هو الراجل كان حارس مرمى وبطل وهو عنده تقريبا 20 او 21 سنة المدرب المساعد اللي معاه مدرب حراس مرمى اللي هو مش بيشتغل مدرب حراس مرمى ان كابتن عسام الحاضري هو هو مدرب حراس المرمى اه الراجل اللي بيشتغل مع مستر كرويش تلاتة حراس مرمى في الجهاز الفني المنتخب مصر وكابتن واي الجمعة مدافع اللي هو بيشتغل عنده اعتقد يعني مدير المنتخب هو مدير المنتخب مديروش ناعها علاقة بنحف بس اعتقد بيتدخل ان الرجل كان بيتكلم قبل أن ندخل الستوديو. أي مرة أرى أن يتكلم مع أحد من الجهاز. قبل أن ندخل الستوديو كان يتكلم مع كابتن الجمعة. أعتقد أن كان حجازي يدعي تعليمات لمستر كيروش يسأله عن شيء. ليس يدعي تعليمات. يقول له شيء. يريد أن يسأله عن شيء. فأذهب إلى كابتن واقل. فكابتن واقل ترك يعني كصة. وكابتن ديوء السيد. وكابتن محمد شاوق كان مدفلد. فالتوليفة المنتخب. تضم أي عنصر هجومي. فهي الخطط الهجومية فيها مشكلة. نحن لا نهاجم جيد. لكن الخطط الدفاعية نحن دفاعيين كويسين. نحن نبذي المجهود كبير جدا. الملاحظة لي. أنا تابعت شرط الأول بشكل كامل. نحن نبذي المجهود كبير جدا في الجاري وراء الكورة. فكرة أنك تستحوز دي في حد ذاتها. مش بس أنك أنت بيبقى عندك أفضلية أنك أنت تخلق خطورة. لكن كمان أنت بترهب جدا الفرقة اللي قدامك. منتخب مصر الشوط الأولاني طول الشوط الأولاني تقريبا بيجري على الكورة. الكورة في رجل العيب. صحيح تونس ما مسلش خطورة على أرهقنا. منعنا من أننا نشكل خطورة عليه. لكن ما مسلش علينا خطورة في الآخر. لكن هو منعنا من الاستحواز. والاستحواز ده بالنسبة لي مشكلة كبيرة جدا. بالذات مع فهنا بتلعب كورة على الأرض مثل تونس؟ المنتخب لما يستحوز للأسف يستحوز في المناطق الغابط. منتخب مصر عنده تقريبا. وهذا رقم حقيقي رقم كبير وأزيد من اللي لازم بكتير. رقم تقريبا بيوصل إلى 40% من عدد التامريات بعد منتخب مصر بنعملها في الثالث الأول. بالنسبة لي هذا الرقم كبير. مبالغ فيه. مبالغ فيه لأنه لازم خلاص أنت بعد ما حدرت لازم تطلع لفوق. الملاحظة اللي باينة جدا لكل الناس تقريبا. إن إحنا لما بنعمل ثلاثة أربع نقلات. اللي هما ما بين حجازي وما بين الوينش وما بين فاتوح وما بين أكرم. بنبدأ نعمل عدد التامريات ده. الحلول بقى اللي بتطلع من قدامي. إحنا المفروض بعد ما بنخرج من تلت الملعب الأول. يتوفر لنا زوايا تمرير. من الاثنين اللي بتوعنا. اللي هو عمر السلية وآين كان مين اللي جانبه. حمدي فتحي في المطش ده. يعني آين كان مين اللي جانبه. هو حمدي دايما بيلعب ستة بيلعب حد جنب السلية. دخل زيزو فيها دخل مصطفى فتحي دخل حسين فيصل. حتى مهند لشيل لما نزل اللاعب ستة. وهو حمدي اللي تلع اللاعب تمانية. زوايا التمرير بقى بتاعتنا من قدام عشان نطلع. لا في مشكلة كبيرة جدا. يعني كنت لسا تأكيدنا على كلامك. احنا الحتة الوحيدة أو الجزء الوحيد من الملعب. اللي بننقل فيه بقى رياحية. طبعا النقل سلبي. يعني كله في إطار التحضير. هو تلت الأولاني بتاعنا. بعد كده في معاناة شديدة جديدة. وبرضه من الملاحظات اللي شفتها على مدار البطورة. وده مرتبطة أكتر بفكرة التحرك بدون كرة والتمركس في الملعب. أي لعب. وظهرت جدا واضحة في شرط الأولاني بتاع تونس. أي لعب من منتخب مصر. في نص ملعب تونس. بيستلم الكرة. على طول ما عندهش حلول. وعلى طول ما ضغوط عليه بتلاتة واربعة لعيبة. فالكرة يا إما بتتقطع منه. يا إما بتتشتت. يا إما هو بيضيحها أو بيطلحها بره الملعب. حصلت اللعبة دي كتير جدا. فكرة أنه اللعب لما بيأخذ الكرة. ويستلم في نص ملعب. زيزو حصلت معاه. أفشا حصلت معاه. حسين فصل حصلت معاه. مراوان أساسا ما وصلته شكور. يعني مراوان حملي. لا مراوان تقريبا. يعني أنا برضو. الرقم مش أكيد بنسبة 100%. بس يعني بنسبة 90% الرقم ده أكيد من متابعاتي للشوت الأول. طول 45 ديئة مراوان توتوتش تقريبا. توتوتش دخل في التحام هواقي خسر. هذا تقريبا مراوان. الهجمة اللي هي وصلت له لإنفراد اللي ضيعه. والمرمى كان فاضي تماما. والكرة الثانية أعتقد كانت كرة في نص الملعب. ده التوتوتش اللي عمل مراوان. دعني أقول لك أن تونس حطت هدف. هو مش تونس. هو عمر السلية بالخطأ في مرمى الشناوي. في ديئة 94. فخلينا نروح لفاصل. ونرجع لحضراتكم على طول بعض الفاصل. هرد لك طبعا جماهية الكرة في مصر. خروج المنتخب المصري من الدور قبل النهائي. عندنا مباراة. يعني خلينا نقول تحصيل حاصل. تجربة احتكاك. يعني ما هيش بالأهمية. وخلينا نكون صرحة بقى. يعني خلينا نكون صرحة مع نفسنا. بطولة كاسة العرب ما كانتش حلم كبير لجماهية الكرة المصرية. يعني المنتخب هو مسافر الناس مش فارق معها قوي إنها هنرجع بالكاس ولا مش هنرجع بالكاس. ده كلام ده نقوله لما نكون منتكلم على طولة أمم أفريقية. جمهور مصر ساعتها هيبقى عايز كاس أفريقيا. كلام ده نقوله على المرحلة الأخيرة في تصفيات كاس العالم. هنروح نلعب مع منتخب مش عارف هو مين. بس منتخب الجماهير الكرة في مصر. مش هتتنازل أبدا على إن إحنا نتأهل لكاس العادة. دي الحاجات اللي تفرق معين. لكن وعلى مدار أيام البطول كنا بنحاول جدا جدا. أنا بس أزلك معلش هطول شوية يا شريف. أنا بس أسمحك في الوقت. كنا بنحاول جدا نكون متزنين. وكنا بنحاول جدا ندعم ونرفع من الروح المعنوية. وهقول لحضراتكم الكلام. طبعا إحنا يعني شاشة النادي الأهلي تابعنا مطشاط المنتخب كلها. وكان ضيوفنا ونجومنا من أكبر الأسماء في عالم كرة القدر. وهقول لحضراتكم الكلام دايما اللي بيتقال. أوف إير في الكواليس. في حالة عدم رضا تقريبا شبه كاملة من كل الخبراء في الكرة المصرية. اللي سواء بنصدفهم أو بنتواصل معاهم أو بنكلمهم. على أداء وعلى شكل المنتخب في بطولة كاس العرب. وكل الناس عندها بدل علامة الاستفهمة عشرة. وكل الناس شايفة أن البطولة مش بالقوة اللي يظهر فيها منتخبنا الوطني بالشكل الضعيف جدا. يعني مع كامل الاحترام لكل المنتخبات اللي احنا واجهناها. لبنان، السودان، الأردن. وهسسني الجزائر شوية رغم أن فرقة الجزائر الحقيقية أو منتخب الجزائر الأول يختلف بالنسبة 90% عن أسماء اللي نشفتها في الملعب. وبالتالي كان ظهور منتخبنا بالشكل ده. وطبعا النهاردة قدام تونس. اللي بشوفها الحقيقة يمكن يعني مش من أقوى فرقة البطولة. يعني الجزائر المغرب قطر فاربياند تونس. فكان ظهورنا في البطولة بالشكل ده. عليه علامة استفهم كبيرة جدا وكتيرة جدا من كل الناس. اختيارات الناس اللي سافرت liggerها مع كما الاحترام والتقدير لكل الناس. علىowany فيه فيهặcة هم شباب صغير وما عنده tab. فيهي ناس فكرة البطولة المجمعة والجهد البدني فيهي ناس خبرة البطولات الكبيرة. مش عندها بازدهن به� folkugi. يا ذنب الناس اللي تلعت. يا ذنب الناس اللي اختارت و longtime بت wins by el now and because i haven Cass expressed. اللي غلطت في الإختيارات تشكيل وBlack binders اللي غلطت في إدارة مباريات واced بالناس اللي غلطت في تغيير. إحنا لغاية دلوقتي ناس بتكلمني أستو مش هيغير عشان مستني الأكستر تايم إزاي على كل أحوال يمكن يكون أو تكون البطولة دي حاجة كويسة عبص لنص الكوبية المليان إن إحنا نقيم بشكل كبير جدا ونعرف أخطأنا فين ونعرف إيجابياتنا فين عشان نحاول نصلح قبل المهم والمهم اللي جاي في منتهى 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 الصعوبة مش عارف أنت بتتفق معي ولا لا بس أنا أغلب الزوف اللي استضافتهم على مدارة البطولة يا شريق شايفين إنه مستر كالوس كيلوش عمل أخطاء فادحة والذات الطيم بقى اللي زي ما بيقولوا إن كان فيه إصرار على تكرار نفس الأخطاء في كل مواجهة تتفق مع الكلام ده ولا شايف إن كلام فيه مبالغة لا هو إحنا الكلام ده قلنا من بعد مارش ليبيا هنا على نفس ده ده بس هي الفكرة إنه هو الواحد بيحاول دايما يحط نفسه مكان المدارد طب يترى المدارد بيفكر إزاي؟ طب يترى إيه أفكاره؟ طب يترى عايز يعني يوصل لإيه من بعد النتيجة دي؟ فهنلاقي إنه لا إحنا مش قادرين نوصل لحاجة يعني نرجع لنفس النقطة انت خدت لعيبة لم أجربتهاش أصلاً يعني هل مثلاً مع احترامي للأسامي اللي أنا هقولها لبنان السودان الأردن فيه شوالا مباراة تسمح بمشاركة داود في مكانه؟ فيصل الناس دي لا فيصل أسامة مش فيصل حسين حسين وردي بيشارك الناس دي ما بيتشاركش طب مهند لاشين أنا بشوف إنه مهند لاشين آه ممكن يكون مش أفضل لاعب ستة أو تمانية في الدور المصر لكن إنت فضلته عن طريق حمد بلعبش ليه؟ ليه حمدي بيشارك كل المتشاط؟ ليه عمرو السلاي بيشارك كل المتشاط؟ ليه أنت مش واخد ناس تجربة حقيقي؟ ولو أنت فعلا عايز تجرب الناس رقم اثنين فين حسين الشحات؟ فين محمد مجد يافش؟ فين محمد شريف؟ الناس اللي انت أخدتها ما بتشاركش أو اللي انت ما أخدتهاش خالص؟ الناس دي عدم مشاركة؟ فين المنتخب الأولمبي؟ هي لو تجربة وهننزل بالسن ليه ما روحنا بالمنتخب الأولمبي؟ فين لعبة المنتخب الأولمبي أصلا؟ من الصورة فين لعبة المنتخب الأولمبي؟ يعني التجربة أيما على الكريتيريا بتاعت التجربة؟ اللي انت على أساسها بتقول انت بتجرب ايه وليه؟ طيب، تجربة خلينا أقول انها انتهت خلاص يعني فضلنا ماتش فيها تحصيل حصل زي ما قلت تطمن يعني شايف ان احنا ماشيين اه عندنا مشكلات اه فيه أخطاء بس في النهاية احنا ماشيين في الطريق اللي يطمننا ويوصلنا لأهدافنا الأساسية سواء مشاركة مصر في بطولة أمم أفريقيا أو المرحلة الأهم وهي انك بتجهز لماتشين في مارس يتحدد على أساس نتيجتهم انت رايح كسل عالم ولا لأ؟ لا، أنا هدي راجل الكريت بتاعه تاني تاني هياخد الكريت بتاع عشان احنا مش طلعين نهاجمه خلاصة احنا طلعين نتكلم كورا فأنا هدي راجل الكريت بتاعه ان فعلا المنتخب بقى يدافع بشكل كويس خططنا الدفاعية تطورت بشكل كبير جدا لكن الفكرة كلها انت تطورت الخطط الدفاعية فين الهجومية ده الجزء ده مش موجود لحد دلوقتي عشوائية تامة عند المنتخب معلش اسمح لي أنا هبص المرحلة كيروش كلها على بعضها كده يا مش هتكلم بس على كاس العرب مين المنتخبات في نفس مستواك او ممكن تبقى منافسة ليك على لقب افريقيا او على تذكرة انت قابلت بالمناسبة الجزائر وتونس والاتين ممكن يقبلوك في كاس العالم في تصفيات كاس العالم من ساعة ما ابتديت في تصفيات كاس العالم دور المجموعات ومشاركتك في كاس العرب انت ما قابلتش غير الجزائر وتونس مع كامل التقدير والاحترام على راسي من فوق كل اسماء المنتخبات الافريقية كانت او عربية قابلناها هي دون مستوى المنتخب المصري بالاحصائيات و بالارقام و بالبطولات و بالتاريخ و بالراسيا و كل حاجة في الدنيا الجزائر تعدلت معها كنت متأخر واحد وتعدلت معها بدرب الجزائر وتونس خسرت منها النهاردة واحد سفر وقدمت عرض باهد جدا مش دول على اساسهم حقيقين قايم مستوانا او اللي انت شايف ترق تانية للتقييم انا هقايم الافكار هتقايم الافكار انا الافكار بالنسبة لي مش مكنعة لحد دلوقتي ومش مكنعة خالص ومش هقتانع باربعة ثلاثة ثلاثة مع اي فرقة في مصر خالص لان في الاخر يا جماعة هي بسيطة اه الكرة كيمية بس مش للدرجات دي الموضوع بسيط انا النهاردة بجيب انت بتجيب لعيب بتقول انا مثلا امتى بنقول مفيش باكليفت في مصر لما بندور في مصر ما نقش باكليفت هل في لعيب الثمانية في مصر مفيش فانت النهاردة انت شايف كل الفرق في الدوري بتلعب بواحد بس بيراميدس عنده محترف الزمالك عنده امام عشور اللي اصلا مش بيعرف يلعب المكان بشكل كويس النادي الاهلي ما عندهش غر عمر السلية اللي تقريبا عنده 32 او 33 سنة وبنتكلم في لعيب مليان خبرات بس الجزء البدني الراجل بيشارك بقاله اكتر من مسلمين متلاحمين بيشارك وعنده مشكلة في الجزء البدني وبنحاول ان احنا في النادي الاقلي ندي له دقائق لعب اقل من اللي بياخدها من المواسم اللي فاتت ودخلنا معاه عمار هل انت شايف حاجة احنا مش شايفينها في مركز ثمانية في مصر او لاعب انت هتجيبه يلعب ده انت مستني محمد النيني طب محمد النيني اصلا بقاله 6 شهر مش بيشارك مع ارسنال ومحمد النيني النادي ارسنال يدي له الجرين لايت انه الراجل يدور على حاجة ويمشي فاللي انت شايف واحنا مش شايفينه ليه مش عايز تلعب اربعة اثنين ثلاثة واحد تقليدية قديمة تراديشنال اولد فاشن يلعب بيها ما هي دي الامكانات اللي موجودة في الدوري عشان لما تلعب بعمر السلية تلاقي الاحتياطي بتاعه محمد النيني او العكس وعشان لما تلعب بالاتنين دول تقدر تجيب لهم مثلا احتياطي اي ان كان بقى انت هتجيب امام عشور هتجيب مهند لاشين هتجيب اي ان كان الرقم الشخص اللي انت هتجيبه هيبه رقم ثلاثة بس يبقى على الاقل عندك واحد واثنين لكن انت النهاردة ما عندكش واحد واثنين لان الاتنين في الملعب انت ليه مش قادر يطلع عمر السلية تقول للمشيات اللي فاتت عشان هم مش قادر يلعب بزيزو مصطفى فاتحي ده انا اسف في اللفظ ده تهريك انت ما تجيب زيزو لعيب لينير تقول له لعب في قلب الملعب ده 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 مش صح في الكورة اختيارك وفقنا عليه انت سبت الدنيا كلها انت وفقت عليه لكن مصر كلها يعني بعيدا عن الشارك او اللي مشاركش فيه ناس كتير جدا انكت شايفة ان فيه منتخب تاني متساب هنا في مصر ما هي دي بقى دي ده انا عندي مشكلة اكبر في ناس افينة في ناس تلعت ملهاوا معي انا احترم رغبتهم يعني مش اقول اسماءهم نجوم كبيرة نجوم كبيرة جدا تقول لك المنتخب متساب هنا في مصر انا عندي مشكلة في الحتة دي لان انت لو راح تجرب ميكسنس ان انت تجرب رقم اثنين انت واخد ثلاثة بتجربه يعني انت ساب رقم اثنين في مصر ورقم واحد محترف واخد رقم ثلاثة عشان تجربه صحيح وهي تقلت كده خد رقم اثنين يعني خد رقم اثنين خد الحداشر مش كل اللعيبة طبعا لكن في جزء خد الحداشر رقم اثنين يعني شناوي الوينش حجازي فتوح اكرم سلية حمدي افشا الناس دي كلها زيزو ليه ابو جبل ما شاركش ليه ابو جبل ما شاركش ليه جد ما شاركش ليه اي لعيب ليه يا جماعة ما هي تجربه انا انا احترامي بجد للأسامي دي انا هلاقي فين اضعف من السودان ولبنان في بطولة زي بطولة العرب عشان اشرك لعيبة ما بتشاركش هشركهم فين هرجعت أنه وقفت الدوري عشان العب ماتشات والدائة بعد اما انا وقفت الدوري شهر عشان نلعب البطولة العربية ها أنت بتروح دور على ماتشاط ودية أنا جبت لك بطولة فيها ست ماتشاط ليه الناس ما بتشاركش ليه جاد ما بيشاركش واحد من اللعيبة البوتينشيل جدا والحراس البوتينشيل جدا في الدور الماضي ليه ما شاركش خالص ليه ما شاركش حتى شرط التاني في ماتش لبنان الشرط التاني في ماتش سودان اللي انت كسبان خمسة هو احنا كنا بنشوف المسلماني بيغير الشناو في ماتشاط في أفريقيا عشان يدخل علي لطفي ويدي له أجواء المباريات يعني الفكرة هو هي هي بص يعني هي ايه واضح ان الموضوع تجربة في حتة أنا سمعت ان الرجل يشتغل في الوراء والقلم يعني رجل أول ما جاء أنا معرفش كارلوس كيروش أنا اللي عرفه ان الرجل ده شتغل في أول ترافرد ومسك ماني يونيتد في لحظات مكدو يعني كان مساعد بس يعني مساعد في ماني يونيتد ومسك ريال مدريد ومسك ريال مدريد ومسك البرتغال ومسك إيران ومسك إيران ومسك إمارات أعتقد ومسك كولومبيا رغم من اللي عرفت تجربة في كولومبيا ما كانتش أحسن حاجة في الدول لكن في النهاية انت بتكلم على اسمه معروف قوي على مستوى العالم وعنده تجربة ويسي في محترم جد والناس هنا أول ما سمعت يعني لما عرفت الناس اللي بتابع منتخب مصر وكده من زميلنا يعني قال لك الرجل شغال براق القلم الرجل ما لهش عاقب باسم اللعيب ونجوميته واسم النادي اللي هو بيلعب له الرجل معه تحليل أداء معه أرقام معه معايير هو حطتها بيختار على أساسها مين يرعب منتخة ومين ما يلعبش أنا يعجبني جدا الكلام واسلوب التفكير ده وطريقة الشغلة دي لكن تطبيقها على الأرض أنا ما شفت لهاش نتيجة أجابية خالص لو هي فعلا ماشية كده لا تبورينا الأرقام أنا عايز أشوفها معشان لو أرقام اللعيبة اللي رحت مش أفضل أرقام من حق حد النهاردة يسأل مستر كالوس كيروش أنت بتعمل إيه؟ مستر فنجادة بس لأسف مستر فنجادة هو اللي جابه آه يعني هو صديق شخصي مستر فنجادة المفروض أنه يرجع يرجع من البطولة دي يقعد مع الناس يقعد مع المدير الفني لاتحاد الكورة يقول يا جماعة أنا رحت عشان أجرب واحد اثنين ثلاثة وكان عندي مثلا عشرة أبشيكتس حققت منهم تمانية طب إيه التمانية؟ التمانية هو إيه اللي محققتوش اللي محققتوش طب اللي محققتوش نقص لك إيه نقص لي مثلا ماتش ودي فخلاص نعمل له ماتش ودي يبقى كده الراجل حقق كل حاجة بس اللي نرى الحد دلوقتي أنه لأ أنا أنا عن نفسي أنا ما شوفتش حاجة أنا شوفت ممتخب مصر بلعب أربعة ثلاثة ثلاثة مش عارف يلعبها مش عارف يلعبها الأسماء اللي لعبت مش قادرة تلعبها مصطفى فتحي مع احترام المصطفى فتحي واحد من أهم اللعيبة اللي تلعب وانجات في مصر لعب لمدة 12 دقيقة فعلا منتخب مصر بيعاني قصود الجزائر أحمد سيد زيزو لعب لمدة 40 دقيقة منتخب مصر بيعاني قدام الأردن فلا انت جربت كل حاجة كل اللي انت عايز تجربه تبعا للعند الكروي انت جربته لكن للأسف محققتش أي حاجة هل من صراحات مستر فينجادا انه يتكلم مع راجل في طريقة اللعب يتكلم مع أفل اختيارات ولا راجل واخد كارت بلونش اشتغل زي ما انت عايز وحسبك في نهاية المشوار فيش حاجة في الدنيا سماكد جورديولا مش بيشتغل زي ما هو عايز في المان سيتي اي طب خلينا نروح لقطر كده معنا زميلنا طبعا نقد رياضي احمد واسمن قطر من الدوحة يكلمني على أجواء ما بعد المباراة وستاذ احمد مساء الخير سهلا نور اهلا وسهلا هارد لك هارد لك طبعا خروج المنتخب المصري انا اكتر حاجة الماني الحقيقة الجماهير المصرية اللي كانت من وراء المدرجات ما كنتش حب أبدا ان هم يمشوا زعلانين طبعا الحال الوضع يعني الجول جفتة ويت قاتل فطبعا حالت فازم جديرة جدا 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 بين الجماهير المصرية والحياة المباراة انا طول وقت كنت شاهدت لها لتفاصيل صغيرة فالحقيقة يعني من اول مباراة وفرق المنتخب تونس يلعب على الكرات السابتة فما كانش ينفع خالص نيجي في الديئة 95 دقام الفاول في الحتة دي حقيقة انا ما اعرفش يعني هل اللعيبة مش واحدة بالها هل مجازة فاني يفرخ باله لا تشتلعب على تفاصيل صغيرة والحياة لا يوجد يعني لا يوجد حاجة في المتش تتعال الفرقتين كانوا أسوا من بعض الحياة فيش كورة لا يوجد جملة تبتكي لا يوجد حاجة خالص انا قاعد في الملعب مش شاب حاجة يعني الملعب الملعب مفتوح الفرقتين خايفين من بعض كل فريق واقف مستني التاني يروح له الحياة المباراة يعني على المستقبل كورة لا يوجد حاجة هي خطأ قصة القصة 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 لا ينفي لحقيقة أنه عمر واحد من الأجادو ولكن مش دهمنا يعني لا هي حتى لو وصلنا لتحيي البطولة دي صدقني كان يهمنا أكتر أن نحن نطمن على مستوى المنتخب وعلى تطور المستوى بتاع المنتخب مع مستر كيروش قبل من نروح لكاس عالم ومواجهة وكاس أمم أفريقية ده كان الهدف الأساسي وانا خلينا أسألك انتباعات الناس والجمهور عن الشكل الذي ظهر فيه المنتخب في البطولة يعني الناس حاسة أن المنتخب راجع أن المنتخب مع كيروش ماشي كويس ولا الناس مش راضي قوي عن الأداء بعيدا عن نتائج يعني والحيال النهاردة أول مرة كيروش يبدأ بالتشكيل اللي هو الناس كلها كانت متوقعا باستثناء كانوا عايزين محمد شريف بدل مراهن حمدي ولكن هو عنده قناعة كاملة بمراهن حمدي بسبب الاستحام وحاجات كثيرة فالتشكيل بدأ بالطريقة اللي هو عايزها اللي عايزها كالوس كيروش ولكن الحقيقة حصل عدم توفير شرط الأول وقرر يغير قرر أفشا ونزل محمد شريف وقعدتوا بلعب شريف في مركز الجناح برضو الحقيقة على مسل فان كبيرة على فكر كفاركة شريف في الجناح على نفسي مش عارف ليه حتى لما قرر يطلع مراهن حمدي قرر يلعب وصامة فيصل حتى ما خلاش محمد شريف رأس حربة الحقيقة تفاصيل كتير أعتقد أنه لسه قاله كيروش مرحلة يجرب ونتمنى بقى أن تنتهي مرحلة التجارب هنا لأنه هنضمله لا وكاس الأم والأفريقية وقيمة هنضمله المختلفين وخلاص تنتهي مرحلة التجارب تماما عند النقطة دي ونبدأ نلعب بتشكلنا الأساسي وأعتقد أنه في مجموعة جيرة جدا مش تبقى موجودة مع المنتخب حتى في كاس الأمم والجزء اللي قدام كله أعتقد أنه كله مختلفين المجموعة اللي قدام قابل موجود صلاح موجود ريزجيو موجود مرموش موجود مصطفى وموجود أحمد ياسر ريام موجود كوكا فأعتقد المنطقة اللي قدام اللي هي حصل لدينا فيها مشاكل فأعتقد أن المختلفين سيحلوها شوي تكلمني على اللي جاي أنه نهارده في مباراة بين قطر والجزائر نعم خلاص يعني مضتش ثلاث وراء نتعرف بقى مضتش دم متقيل يعني هنكمل بقى تجارب يعني بجملة التجارب نجمل نكمل تجارب بقى حتى بعض البطولات لغة طوالات ثلاث وراء ولكن عشان في جواز مالية في البطولة فهما له جائزة في مباراة ثلاث وراء نحن نلعبها يوم السابت الساعة وراء في نفس الملعب اللي هو تساعة ساعة واربعة لنلعب عنه النهاردة مباراة نهائية في مدينة البيت يوم السابت الساعة ستة ومحد نعرف فرص الفريقين الجزائري والقطري متساؤل المنتخب القطري تطور جدا المنتخب الجزائري قوي جدا وشوفنا في لقاء المنتخب المغرب القوي مواجهة قوية ما ندرش نتوقع مين هيكسب ولكن أنا بتوقع الانتخب القطري ممكن هيكسب وهيأخذ يعني هيا بحام اللقاء بطلب سهولة تمام أستغل وجودك في الدوحة وتطميني على حالة علي معلول هو مشارك في موضش النهاردة طبعا نعرف منك آخر تطورات حالة علول وكده علي كان يسخن النهاردة من بداة شوت ثاني هو يسخن ولكن واضح انه لسه الإصابة موجودة هو كان فكرة انه شارك في التدريبات وهي كان واضح انها كان فكرة تخويف للمنتخب المصري ليس أكتر ولكن اعتقد انه علي لنش هشارك في البطولة وينضم المعسكر الأهلي بعد نهاية المبارة نهاية يوم السبت مع نجوم منتخب مصر نجوم الأهلي اللي هينضمه وأعتقد ان بدر بنون موجود هينضم المعسكر الفريق اللي هينضم الجمعة والحق بدأ جميع المصري من مبارح الاستعداد للاستقبال النادي الأهلي والمبارات هتتلعب سيد أحمد بن علي أستاذ رائع والأهلي اللي يبع عليه كاس جمهور هنا باستقبال الأهلي عشان يحقق بطولة ويعوض الخسارة اللي حصلت لمنتخب في كاس العرب أنا بشكرك شكرا جزيلا كل التوافق اللي منتخبنا في بقية مشواره في البطولة ونكمل التجربة لغاية آخرة وإن شاء الله بإذن الله الأهلي عوض جماهي المصرية بإذن الله مع مشاركته في الدوحة برضو إن شاء الله يوم الأربع اللي جاي زي النهاردة كده في سوبر فريقيا رأيك في كلام أحمد شكرا جزيلا أستاذ أحمد أستاذ أحمد عويس طبعا نقض الرياض رأيك في كلام اللي قيله أحمد فكرة الاختيارات نفس الكلام اللي احنا كنا بنقوله دلوقتي التشكيل الإصرار على اللعب في غير المراكز هل شايف إحنا كنا لسه قبل المدخلة كنا بقول هل مستر فينجادا مطالب بدور هل مفترض يبقى فيه حاجة تغير من الأخطاء أو حالة الإصرار على الأخطاء مش عايف سميها عنده ولا سميها لكن كل مصر اتكلمت فيها وأعتقد الجهاز الفني كنت بتكلم برح برضو مع حد متواصل مع الجهاز بقول لهم ليه كابتن دية وكابتن وائل وكابتن حضري وكابتن شاو ما بتكلموش مع الراجل ويقربوا الدنيا المسافات شوية يوصلوا له الحالة اللي حصل عندنا قال لك مين قال ان هما بيكلمش تكلموا مرة واثنين وثلاثة والراجل المتشبس برأي ها نعمل ها نعمل ها نعمل ها نعمل ها نعمل هو الحال الوحيد هو الحال الوحيد ان مستر فينجادا يتكلم بس هي القصة انه برضو احنا قلنا هنا على نفس الكونتر ان احنا طب يا جماعة انتوا ليه جايبين حد من المدرسة دي ليه جايبين حد من المدرسة مش شبه المدرسة المصرية في العشرة اتنشر سنة اللي فاتوا عشان تجدد طب انت لما جيت بنيت الكريتيريا دي بتاعت الراجل ده وانت جايبه وعرف ان الفيفوريت بتاعه اربعة ثلاثة ثلاثة انت فكرت هتديله ايه ايه الجودة اللي هتديله في اللاعبين ما فكرتش هو برضو الاختيارات والقناعات الرجل باللعيبة معينة وتوظيفه لبعض الاسماء بس لطريقة هتجد مختلف انه شريف لعيب كوازجد لكن مع كيروش ومرة جناح شمال مرة جناح يمين النهاردة لعيب جناح يمين انا ده اغرب توظيف شفته لمحمد شريف الحقيقة يعني تلعب برايت ويت فورورد مع منتخب مصر بمحمد شريف انا دي استغربتها الحقيقة يعني دي كانت بالنسبة لي غريبة جدا بس يعني دي برضو في حاجات ممكن تكون مشاكل في الاختيارات بس انا شايف ان الجوهر اهم الجوهر انه طريقة اللعب هتجبرك على امور معينة يعني فين احمد رفعت يا جماعة ده الناس كلها كانت بتطلب رفعت ياخد اساسي المطش ده فين احمد يعني ليه احمد رفعت مشاركش في مبارات الجزائر لا بجد يعني احمد رفعت ليه مشاركش في مبارات الجزائر تعالوا نسوف كده البطولة في ارقام يعني نقرب الدنيا لناس يعني والله الارقام يعني الارقام مش وحشة بصراحة يعني يعني الارقام جيد ده بس اه دي نشوف كده نبتدي بالاهداف او نبتدي هنلاقي تقريبا ان قطر هي اكتر فرق سجل الاهداف خلينا خلينا ابدأ بالاهداف يلا او قطر اكتر فريق سجل الاهداف بعدين منتخب مصر 11 و10 المغرب 9 اهداف تونس 8 اهداف الجزائر 7 اهداف بنتكلم على تقريبا المجموعة او الخمس فرق اللي كانوا مؤهرين لقبل النهائي لقبل النهائي نروح للفرص الفرص مصر اكتر فريق صنع فرص 37 انا بشاهز ونرى الارقام برضو خد بالك يعني الارقام في صالح المنتخب لها انديكيشن بس برضو لابد ان نتحط في اعتبارنا مستوى المنافسين اللي وجهونا الاتنين الاتنين على كافة ميزان على فكرة الارقام براها مطش تونس قبل مباراة تونس مصر 37 كتر 34 المغرب الجزائر فلسطين 23 دي الفرق اللي فرق مع منتخب مصر ابي تهلي في الارقام دي شريف مطش السودان يعني لا هو مباراة السودان احنا عملنا فيها ارقام كبيرة جدا ساعدتنا ان نحنا نكون نوصل في الارقام كورنرز مصر 34 البحرين 30 تونس 29 المغرب 28 هي تقريبا نفس مجموعة الفرق يعني برضو التصويبات مصر 30 تصويبا لكن بنسبة 29 بين الثلاثة خشبات نسبة 30 10 كهر يعني تقريبا تقريبا تونس 29 بنسبة 47 المغرب 23 بنسبة 43 40% كطر الأردن 21 19 بنسبة 44 51 الناس كلها فوق 45 أو 43% اقل رقم 29 نتروح للتمريرات الصحيحة الإمارات طبعا قبل ما تخرج في الدور اللي فات أمام كطر هي عندها أكبر نسبة نسبة 90% تمريرات صحيحة 2494 بعدها مصر بنسبتنا 84 البحرين كطر 5 بصناعة الفرص أكرم عفيف أكرم عفيف 6 جريب أحمد رفعت عالمة استفهم يعني من كل المنضمين الجدد الأسمان جهة داخل المنتغب أنا شاف أنه رفعت الحقيقة الوحيد أو مش الوحيد ممكن يبقى في معها اسمين ثلاثة ممكن يكمل رفعت رفعت بصراحة رفعت رفعت السلية 6 و حسين بن عيادة الجزائر 6 و المساكني تونس 5 التصويب على المرمى تونس ويوسف لمساكني الاثنين من تونس يوسف غريبا وياسين إبراهيمي مش موجود في الإحصائيات لأنني رأيت الحقيقة من أمين الذين اللاعبين في البطولة دي لو هنحط رقم 2 بعد عمر السلية أعتقد سيبقى البلايلي وياسين إبراهيمي الاثنين على نفس الستيج بالنسبالي تمام التمرات الصحيحة طبعا فرقة الإمارات هي أكتر فرقة عمل التمرات الصحيحة تتكلم على نسبة استحواز وإنفسات كتير قوي فتقرق محمد العطاس من الإمارات 393 وتقريبا يعني الإمارات متسيدة الموضوع بما أن الإمارات يعني أكتر فرقة عمل مصبوط التمرات المفتاحية أكرم عفيف وأحمد رفعت وعمر الثلية نفس الثلاث أسامي هم أهم الثلاث أسامي مع يوسف المساكن وحسين بن عيادة برضو نفس مجموعة أحسن ثلاث لعبين في البطولة من وجهة نظرك أشريف رقم واحد عمر الثلية رقم اثنين ياسين إبراهيمي وممكن أحط معي يوسف لبلايلي عشان أحط رقم ثلاث مميز أو لفت نظر بكل المنتخبات لأن أنا طبعا درست كل المنتخبات فراجت على البطولة كلها حللنا كل المنتخبات جبنا أرقامه وتفرجنا على المتشاط لا لا منتخب تكتيكيا شارس لدرجة أن تدي الكريت للمدير الفني هنا أمور كثير جدا تحلت في البطولة بحلول فردية للعيب فمش هختار المدير تاني بنأكد لك للمنتخب المصري مش هقدر أقول البطولة مفاشحة كويسة لأ فيها حاجات إجابية كتيرة جدا تالي وجود الجمهور المصري كمان في المدرجات ساعد بشكل كبير اللعيبة أنها تعالى بحالة الروح يعني أنا يمكن أكتر حاجة أشد بها في البطولة هي روح المنتخب المصري أو لعبة جدا للمستر كيروش ومعه وائل وكابتن ضيا وشوئي عليهم وحضري نحن نكلم على جيل عظيم أو أسماء عظيمة يعني في تاريخ الكرة شريف شرفتنا ونورتنا وأسعدتنا بوجودك معنا في السادسة شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لحضراتكم على المتابعة ونقابلكم على كل خير إن شاء الله بعد المواجهة اللي جاية بقى نبتدي أسبوع جديد هنبتدي بمباراة مركز ثلاثة ورابع مش عارف هيكون مع الجزائر ولا مع قطر هنعرف بالليل النهاردة وهنختم إن شاء الله بإذن الله مباراة في منتع الأهمية مباراة موسم مباراة بطولة الأهلي ورجاء البيضاوي في سوبر إفريقيا تحياتي لكل متابعين على شاشة النبي الأهلي